نروح بعدها بقى لأخبار الناشئين والأشبال وهنروح لمنتخب مصر الشباب اللي ما شاء الله دلوقتي يعني بيقدي مباراة قوية في بطولة العرب وابتدها كمان أمام عمان ما شاء الله مباراة كبيرة جدا قدها درنا نكسب واحد صفر وحصل رقفة خليل لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة أو في منتخب الشباب وعمان بكأس العرب رقفة خليل ده واحد من نجوم النادي الأهلي واللاعبين موليد 2003 حصل على أفضل لاعب في مباراة مصر وعمان اللي انتهت بفوز منتخب مصر واحد صفر عن طريق اللاعب أحمد نادر حواش لاعب إنبي وأيضا أحمد نادر حواش ده من اللاعبين المميزين في منتخب شباب الفرعنة ودول أول ثلاث نقاط في انتظار المواجهة المقبلة اللي هتكون بكرة إن شاء الله أمام الصومال كل التوفيق لكابتن محمود جابر الخبر البعد كده منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الصومال في كأس العرب بكرة المباراة إن شاء الله الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة كل التوفيق هتكون مباراة سهلة إن شاء الله عمان كسب الصومال وإحنا كسبنا عمان فمباراة سهلة إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر أقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الشباب كابتن محمود جابر مديرا فنيا كابتن كارم مورسي مدربا عاما حمد الحمدان مدربا يهاب جلال مدرب حراس مرمى هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد يهاب وعمر سلمان إداريين نروح من منتخب الشباب لمنتخب الناشئين الكابتن محمد قهبة أيضا اللي عجبني جدا تركيزه واستعداداته من بداية فترة الإعداد منتخب الناشئين يختتم معسكره بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب آخر معسكر ده المعسكر التالت لكابتن محمد قهبة وهو فضل يعمل فترة الإعداد بنفسه للعيب منتخب الناشئين عشان هي دي الفترة هتوقف اللعيب على رجليها إن شاء الله ويكون أفضل استعداد ليهم تلاتين سبع هيكون فيه معسكر في السعودية منتخب مصر الناشئين هيلعب ماتشين بعدها بعد كده من تلاتين سابعة لخمسة تمانية هيتوجه منتخب مصر لأسبانيا لعشرين تمانية من خمسة تمانية لعشرين تمانية أيضا يكون معسكر إعداد متضمن مباريات ودية وبعد كده منتخب مصر من عشرين تمانية هيتطلع على الجزائر أول مباراة إن شاء الله في بطولة العرب هتكون اتنين وعشرين البطولة هتكون مقامة في الجزائر استعداد مهم كل التوفيق لكابتن محمد وعب أقول لحضراتكم برضو منتخب مصر الجاز الفني كابتن محمد واهبة مديرا فنيا مؤمن عبدالغفار مدرب عام عصام عبد المدرب يوسف طهر مدرب حراس مرمى الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وحمد سامي نصار مديرا إداريا نروح برضو من الأخبار المهمة اللي هيكون فيها تخطيط خلال فترة القادمة فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول يطلب تقريرا عن منتخباي الشباب والناشئين هيتابع وهيشوف اللعيبة الصغيرة في منتخب مصر للناشئين والشباب من خلال بطولة العرب من خلال بطولة العرب خلال بطولة العرب هيتابع كل اللعيبة ان شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون قدام التقرير ويبدأ يخطط للفترة القادمة